بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أخبسنا ونسيات أعمالنا من يحدد الله وفلا مضل له ومضل الفلاه هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله أما بعد أخذنا ولله الحمد والمنا في التغس الماضي ما تعلق بشيء من تفسير سورة الفاتحة نعم نريد أن نمر على شيء من تفسير آية الكرسي نعم أولا هذه الآية تسمى بماذا؟ تسمى بآية الكرسي ما سبب تسميت هذه الآية في الآية الكرسي هذا الكرسي يسمى بماذا؟ تسمى بماذا؟ لأن هناك الكرسي والكرسي هو موضع قدمين الله سبحانه وتعالى كما جاء هذا عن الصحابة رضو الله نعم هذه الآية لها فضل نعم من فضل هذه العلمة من يعلم من يعلم نعم إذا قرأه الإنسان من قبل لا ينام إذا قرأه الإنسان من قبل لا ينام لا من قرأها في ليلة لا يضره الشيطان حتى يصبح نعم لأن فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يؤده حفظهما أي أن الله سبحانه وتعالى لا يضره حفظ أشمات أو أعفارة حفظ مخلوق من المخلوقات نعم و هذا ثابت في حديث أبو خرأي رضا الله عنا و هذا ثابت في حديث أبو خرأي رضا الله عنا وكذلك تقرأ أدباع والصالوات المضروض الخمس نعم طيب هذه الآية فيها قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الله تقدم معنا أن الله هو المعبود محبة وتعظيم سبحانه وتعالى لا إله لا إله كل ما عبدا من دون الله لا معبودة بحق كل ما عبدا من دون الله فعبادة بحق لا إله كل ما عبدا من دون الله فعبادة بحق إلا الله فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى فعبادة بحق فعبادة سبحانه وتعالى 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 ولهذا قال بعض العلماء أن الحي القيوم فهو اسم الله الأعضب نعم أن الله سبحانه وتعالى إذا سئل بهذا الاسم اسمه الأعضب إذا سئل بهذا الاسم أعضب نعم أعضب جسد فعبادة سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إذا كان هو الحي القيوم الذي قابل نفس وقام غيره به لا يمكن أن يكون هذا الكمال إذا كان الله سبحانه وتعالى يلحق شيء من النقص فالله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص وعيد نعم السنة لا تأخذ السنة ولا نوم السنة هي مقدمة نوم بسم الله سبحانه وتعالى منزع عن كل نوم mise ويسوه يكون لديه شلع؟ لأنه ليس لديه كله ويساً لديه كله ويساً لديه كله لا يمكن أن نفتقل إلى المخلوقين لماذا؟ لأن المخلوق يموت ويأنا ويأتي شيء من النعاش ولا يستطيع أن يغني عن نفسي ويأني عن غير لأنه ليس لديه كله ويأتي شيء من نفسي وليس لديه كله ويساً لديه كله ويأتي تقدم معنا في تفسير في سورة الفاتحة إن الله سبحانه وتعالى ملك يوم التين فهو ملك ومالك يوم الدين فهو ملك ومالك نعم من سورة الفرحة ويحبا أن الله التهولد ويحبا 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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا في أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى نعم من يمكن أن تضلب الشفاعة وفيها إثبات العلول الله سبحانه وتعالى وفيها إثبات العلول الله سبحانه وتعالى لن نفس قبلاً هذا فعمل يتواجه الوماع بسهن يطرح احبه المخصفات من الكلام يطرح احبه المخصفات بسيطر تعلم ما بين أيتهن الحاضر والمستقبل أعم يطرح أحبه ، حيث ويطره فقد وهذا شيء وذا يتواجه يطرح هذا الوماع بسهن وهذا فيه عموم علم الله سبحانه وتعالى بما مضى و بما هو واقرع الآن و بما سيأتي و لا يحيطون بشيء من علمه يعني لا يمكن أن ندرك شيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما أعلمان الله سبحانه وتعالى و أعلمان الله سبحانه وتعالى و أعلمان الله سبحانه وتعالى بأشياء في الغيب ستقى كما يكون في اليوم الآخر في يوم القيامة أيضا مما يكون في الجنة أعلمان الله سبحانه وتعالى أعلمان الله سبحانه وتعالى ثم أعلمان الله سبحانه وتعالى أعلمان الله سبحانه وتعالى وعظم المخلوق على عظم المخلوق وعظم المخلوق على عظم المخلوق وعظم المخلوق على عظم 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 المخل لا يفعله و لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يحق شيء من حفظ هذه المخلوقات لكمال قوة وقدرة وإزة سبحانه وتعالى و هذا الشايد في كون هذه الآية أن من قرأها في ليلة لا يزاب عليهم من الله حافظ ولا قربوا الشيطان حتى يصبح نعم نعم وهان إلي يتحقق الله وأولوك في المشرف gym وهوVR الأور شكرا للمشرف الجوايون وهوícia للمشرف Ungهل لله وjerه الأمر ماساء وهذا ماضو ماساء بفعه وهذا ماهو حركة ابنه سهل مطرمه وسهل مح unconsch والعلم في الصفات والعظيم يعني ذو العظم التي ليس فوقها عظم نعم هذا الله أعلم بشيك مما يذكر في تفسير هذه العالة نعم نراجع ثم نبدأ في سورة الإخلاس نعم 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 عندما يقرأ هذه الآية في الكرسي عندما يقرأ هذا الفرس؟ عندما يقرأ هذا الفرس؟ نعم 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 يقرأ الإنشان إذا أراد أنه ويقرأها إدبار الصلاوات المفروضة الخمس نعم 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 تسمى هذه الآية بماذا؟ نعم تسمى بماذا؟ تسمى بماذا؟ آية الكرسي لماذا؟ لأن فيها ذكر الكرسي وما هو الكرسي فسروا بن عباس الله عنهما والسلام والله علي لأنه موضع قدمي الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه لأنه في كل شرح ويقرأت أنه لأنه ما هذا فيها من فضاء؟ ما هذا فيها من فضاء؟ نعم من فضاء هذه الآية أن من قرأ في ليلا لم ينسى عن أي من الله حافظا ولأقرب الشيطان حتى أصبح نعم 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 هنا وجاء الحي اسم الحي مع اسم الله سبحانه وتعالى القيوم في القرآن في كم موضع؟ في كم موضع جاء هذا الاسم الحي مقترم مع اسم الله القير